موسيقى موسيقى رب شرح صدري ويصف لأمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي أهلا بكم جميل أن نلتقي والأجمل أن نستأنف السيرة في الطريق إلى الله ونقف عند التصوف وعند نماذجه ونتحدث عن بعض أسيادنا الصحابة الكبار الكرام نعرف سيرتهم وأخلاقهم وأحوالهم ونتعلم منها وكيف نفهم التصوف من خلال سيرتهم وذلك من خلال كتاب حلية الأولياء للإمام أبن عيم الأصفهاني واسمح لي في البداية أن أرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مهنة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر مولانا أهلا بكم مرحبا أهلا بكم اسمح لي في البداية أن أقدم لفضيلتك خالص التعازي والأمة الإسلامية واليزيرين الشريف في رحيل فضيلة العالم الجليل الشيخ محمود عشور وكيل الأزهر الأسبق رحمه الله رحمة واسعة نعم رحمة الله عليه طبعا كان عالما جليلا وكان وكيلا للأزهر وظل يعني بعد تركه للعمل الرسمي لكن ظلت الدعوة طبعا على لسانه دائما وكان يجري دائما بالدعوة في كل مكان إلى أن توفاه الله فهذا شأن العلماء فرحمة الله عليه ورحمة الله واسعة لنعود مرة أخرى ونحن وذكر الأولياء والصالحين والعلماء موصول دائما يعني ها سلسلة فريق العقد الفريد نعم أرجع إلى يعني موضوع الحلقة اليوم ويعني سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله ورحمة يعني دائما يعني يحفظ كل مننا أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة يا سعد في البداية من هو سيدنا سعد بن أبي وقاص مولانا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في مبدأ كل أمر منتهى وبعد فكم عرفه أبو نعيم في حلية الأولياء رضي الله عنه قال وأما سعد بن أبي وقاص فقديم السبق بدء أمره مقاسات الشدة واحتمال الضيقة بدء أمره مقاسات الشدة واحتمال الضيقة او احتمال الضيقة وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هون عليه تحمل الأثقال ومرافقة العشيرة والمال لما باشر قلبه من حلاوة الإقبال ونصر على الأعداء بالمقاتلة والنضال وبعدين انتقل لحاجة تانية وخص بالإجابة في المسألة والابتهال كان مستجاب الدعاء ثم ابتلي في حاله الإمارة والسياسة وامتحن بالحجابة والحراسة يعني في الأول الفقر والشدة ومقاسات الشدائق في البدء في البدء وبعدين الجهاد والنضال وبعدين امتحن بالسياسة يعني بالحكم والولاية وبعدين ومنح عدة من الإناث والذكران وعنده ولاد كتير ثم رغب عن العمالة والولاية بعد كده في الآن خلص ايه رغب عن العمالة والولاية عن الحكم يعني والخلافة أو الحكم يعني وآثر العزلة والرعاية وتلاقى ما بقي من عمره بالعناية فهو قدوة نهاية الكلام ده ايه فهو قدوة من ابتلي في حاله بالتلوين نشوف مقام التلوين يعني ايه تقلبت احواله وحياته وحياته ما بين الفقر والغنى والقيادة والسياسة سوى الى آخره وده مقام عند الصفية التلوين التلوين مقام التلوين نعم فهو قدوة من ابتلي في حاله بالتلوين وحجة من تحصن بالوحدة والعزلة من التفتين من الفتن إلى أن تتضح له الشبهة بالحجة والبراهيم إلى أن تتضح له الشبهة بالحجة والبراهيم نشوف الكلام ده في سيدنا سعى قديم السبق بدء امره مقاسات الشدة واحتمال الضيق خاطئ هو دي تعرفات الحق جل جلاله على عباده لأن هناك تعرفات تسمى تعرفات الجمالية وتعرفات الجلالية الجمال والجلال الجمال والجلال يعني ربنا ممكن يقبل على واحد بالجمال وممكن يقبل على واحد تاني بالجلال زي ما بقول مولانا بن عطاء الله السكندرية رضي الله عنه وأرضاه فيما معنى إذا فتح لك بابا للتعرف عليه فاعلم أنما هو الذي أراد أن يتعرف عليك هي الحكمة مش كده بالنص لكن ده مجمل إذا فتح الله عليك بابا للتعرف عليه فاعلم أنما هو الذي أراد أن يتعرف عليك وهو تعالى يتعرف على عباده بما شاء وكيف شاء وقت ما شاء إنه على ما يشاء قدير يتعرف على هذا بالنعمة وعلى هذا بالبلية أي ينعم يمنع ويمنح أيوة على هذا بالنعمة وعلى هذا بالعطاء على هذا بالمنع وعلى هذا بالعطاء على هذا بالشدة وعلى هذا بالبلي على هذا بالغنى وعلى هذا بالفقر على هذا بالصحة وعلى هذا بالمرض إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارد ولم يرد عليك بهذا الوارد سواء كان جلالاً أم جمالاً إلا لترد عليه بمقتضى ما ورد عليك بها فالتعرفات هو موردها عليك وأعمالك أنت مهديها إليه فأين ما يورده عليك مما تهديه إليه والهدية على قدر الهادي والعطية على قدر العاطي فمش مهم هو بيرد عليك بإيه ليس المهم أن تكون غنياً أم فقيراً بس الأهم إيه وليس المهم أن تكون صحيحاً أم سقيماً وليس المهم أن تكون عزيزاً أو زليلاً المهم أن تعرف الله فيما ورد عليك به لكي ترد عليه بما مقتضى ما ورد عليك به يعني تعرف حق هذا الوقت الذي أنت فيه نعم كما أشار سيدنا أعطاء الله مع سيدنا أبو العباس المرسي نعم تعرف سبحانه وتعالى على سيدنا سليمان بالملك والحكم والنبوة بالنعمة وأعطاه ما لم يأتي أحداً من العالمين وصخر له الجن والشياطين ومن كل شيء فكان شاكراً لأنعم الله أما أيوب فقد تعرف عليه سبحانه وتعالى بالشدة والابتلاء وأنواع البلاية والمحن والإحن وتفرق أهله عنه وكل يعني مثال للبلاء والمحن سيدنا أيوب إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب أي أنه تعرف على سيدنا سليمان بمقتضى اسمه المنعم المنعم بكل أنواع النعم بمقتضى اسمه المنعم بمقتضى اسمه المعطي بكل أنواع النعم تعرفات جمالية وتعرف على سيدنا أيوب بمقتضى اسمه المبلي تعرفات جلالية مش مهم تعرف عليه بإيه على سيدنا سليمان بإيه ولا سيدنا أيوب بإيه مهم إن سيدنا سليمان قابل المنعم بالشكر لأن المنعم شاكر شاكر إن الله شاكر علي فقابل الإنعام بالشكر ومقتدأ اسمه الشكور وسيدنا أيوب قابل الابتلاء بالصبر لأنه لا يستطيع وحده أن يقابل البلاء وإنما يقابل الحق بالحق أوصافهم بأوصاف فقابل اسمه المبلي باسمه الصبور إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فالمهم أن تفهم عن الله فيما ورد عليك به فإن فهمت عن الله عز وجل تحول المنع إلى عطاء يعني فضلتك تكلمت وقلتنا قبل كده إذا فهمت عن الله تحول أصبح المنع عين العطاء عين العطاء والشدة منحة أو المحنة منحة والمرض صحة والفقر غنى أنك تفهم فإن لم تفهم عن الله تعالى فيتحول الغنى إلى فقر والنعيم إلى جحيم والصحة إلى مرض فنسأل الله العفو والعافية فبالتالي سبحانه وتعالى إذا ما ورد على عبد باسمه الجليل أو بمختضى اسمه الجليل من الجلال كما حدث مع سيدنا سعدهن لأنه بدء أمره مقاساته الشدة واحتماله الضيق فهنا فعلا هو عاوز يقول لنا ما احنا عاوزين نشوفه الكلام ده عشان نستفيد به نحن الكلام ده للاستفادة هو لم أرد عليه بالشدة والضيق أي بمقتضى اسمه المبلي بمقتضى أسماء الجلال تعرفات جلالية فاعلم أنه قد اعتنى بك وأراد أن يجتبيك لقربه وأتقرب إليك فالزم الأدب والرضا فيما ورد عليك به تلزم الأدب والرضا والتسليم بل والفرح والسرور لترد عليه بهذه الأحوال لأنه إنما فتح لك هذا الباب ليرفع بينك وبينه الحجاب الله ما فتح عليك هذا الباب إلا ليرفع بينك وبينه الحجاب ما أشد الناس ابتلاءا للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وخير أوقاتك كما قال ابن عطاء الله رضي الله عنه وقت تشهد فيه ذلتك أيوة وترد فيه إلى فاقتك تشهد فيه ذلتك وترد فيه إلى فاقتك لأن دي الوقت ده وقت الشد دايما هو وقت القرب من الله تعالى وده كلام ابن عطاء الله إن خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه إلى وجود ذلتك أو ذلتك وربما وربما وجدت من المزيد في الفاقات ده كلاب نعطاء الله وربما وجدت في المزيد من الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة إلى هذا الحد نعم وقد يحفظ الله للعبد الدرجة من الدرجات فلا يبلغها إلا بالابتلاء وكما قال ابن عطاء الله ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط لأن القبض من الجلال والبسط من الجمال فقال ربما أفادك أو ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق بسط النهار أو نهار البسط لأن يقول العلماء السادة المربين القبض كالليل والبسط كالنهار في البسط تذل الأقدام والقبض للرجال القبض كالليل فالقبض للرجال وفي البسط تذل الأقدام وبالتالي ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فصحح ابن عطاء الله فصحح الفقر والفاقة لديك إن أردت بسط المواهب لديك أو إن أردت بسط المواهب عليك إنما الصدقات للفقراء لازم تبقى أنت مفتقر إلا والسبب في الفقر هو الشدة والابتلاء يخليك تفتقر وتقول يا رب بقلب سليم إنما الصدقات للفقراء لتستحق هذه الصدقات من الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء فبالتالي أمن قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه لما تبقى مضطر لله تعالى وفقير إليه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أذلة لكن ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وقال صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر إن النصر مع الصبر وإن الفرح مع الكرب وإن مع العسر يسراء الله توقف عند هذه اللحظة لأني اتصلت لفوني سوز محمد سوز محمد أهلا بيك السلام عليكم وعليك سوزي الله وبركاته بفضلك كان فيه سؤال بس يالبت يعني معلش ما يقول أنا يعني براح علي عشان أنا إيه مضعص ومتعبني جدا يعني إيه العلامات اللي بيها الإنسان يعرف إن هو خلاص كده كف أزيته عن خلق الله العلامات اللي إيه اللي الإنسان لما يلاقيها في نفسه يبقى كده كف أزيته عن خلق الله يعني علامات في التصرف في الكلام يعني في اليقين بتاعه إن هو كده خلاص كف أزيته عن خلق الله خلاص تماما بشكرك يا سبحانه بشكرك شكرا جزيلا وما طلب لك شيء سبحانه وتعالى وما طلب لك شيء مثل الذلة والافتقار ما فيش حاجة طلبها لك أحسن من الذلة والافتقار لذلك كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قديم السبق لماذا؟ لأنه بدء أمره مقاسات الشدة واحتمال الضيقة وده ما غيروش إلا للأحسن وده كان الصحابة حتى كمان أهل الصفة دول كانوا في بداية أمرهم أيضا الضيق والشدة والافتقار كانوا فقراء في مبدأ أمرهم وهم الذين نذل فيهم قوله سبحانه وتعالى قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ومع ذلك هؤلاء الفقراء الذين كانوا يأكلون حتى ورق الشجر ولا يسألون الناس إلحافة ومع ذلك لما جاءت الفتحات أصبح منهم الغني والأمير بعد الفقر والذلة أصبح منهم الأغنياء ومنهم الأمراء فلم يخرجهم الغنى عن فقرهم لله كما كان مبدأ أمرهم أنه ما كانوا فقراء للناس ده كانوا فقراء لله ولم تخرجهم الإمارة عن الزلة والتعبد والفقر لله تعالى كما كان مبدأ أمرهم فإذن ده مقام وده حال في التربية والسلوك الافتقار إلى الله تعالى وقال السادة وليس هناك باب للدخول على الله مثل باب الفقر ما فيش باب له رحوا أبواك كتير لقوها مزدحمة فملأوش إلا باب الافتقار باب الفقر لله تعالى فده كان مقام سيدنا سعد بن أبي وقاس في بدايته نشوف بقى دلائل الكلام ده في الحديث إيه هنروح للدلائل بعد هذا الفاصل نتعرف أكثر وأكثر ونقتفي الأثر الكريم فاصل ونعود إليكم ونقوم معنا أهلا بحضراتكم مولانا تعلمنا من حضراتكم أن لكل حق حقيقة حقيقة ما ذكره أبو نعيم عن سيدنا سعد بن أبي وقاس دلائل التي تشير وتلخص هذه السلفيات الشدة والضيق الطبع المقام اللي مرر به من الحال بدء أمره مقاسات الشدة واحتمال الضيقة عن قيس بن حازم رضي الله عنه قال سمعت سعدا يقول سيدنا سعد بن أبي وقاس لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر إلا ورق الشجر حتى يضع أحدنا كما تضع الشات يعني شوف يعني شوف الحلم في الأول حتى كلا لما يجوا يخرج يعني الشاب تكل إيه فتقول الذي يخرج منها إيه فهم كانوا هكذا من الفقر والضيق والشدة وقال أيضا سيدنا سعد عن بعض آل وروا إن سيدنا سعد قال كنا قوما يصيبنا يصيبنا ظلف العيش بمكة يعني ظلف العيش يعني شدة العيش خشونة العيش ظلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدته فلما أصابنا البلاء يعني كانوا عايشين عيشة شديدة متقشفة ما كانش فيه فلما جيه البلاء بقى فيه أيام شدة أو جاءت شدة وبلاء اعترفنا لذلك ومرنا عليه وصبرنا له ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خرجت من الليل فإذا قطعة جلد بعير لقى جلد بتاع بعير يعني الجمل الناقة يعني الجمل الصغير بعير فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين ثم استف يعني استففتها يعني سفها يعني وخبر حضرتك بلعه وشربت عليها من الماء فقويت عليها ثلاثا ثلاثيان عاش على ثلاثيان يعني شوف قد إيه كان ظل في العيش والشدة ها كلام الشيخ إن إيه بداية أمره مقاسات الشدة واحتمال الضيقة ها آه ولذلك قال مصعب بن سعد بن أبي وقاس عن أبيه يعني عن سيدنا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أو لأنا في فتنة السراء لأخوف عليكم مني في فتنة الضراء آه إنكم بطليتم بفتنة الضراء فصبرتم وإن الدنيا حلوة خضرة يعني بقول أنا خايف عليك نظركمش في فتنة يعني في فتنة السراء آه منها في فتنة الضراء آه إنتو بطليتم في الضراء وصبرتم آه بس في السراء خايف ما تصبروش آه لأن الدنيا حلوة وخضرة آه ولذلك نخلي بالنا دايماً أي شيء كويس تخاف منه النفس كده آه وحتى لو تتذكر لما كنا من الكالب نعطاء الله كان بيقول لنا إيه في حكمه إن إنك في حالة في حال الطاعة أحوج إلى عفوه منه في حال المعصية في حال الطاعة أحوجه إلى إلى عفوه منك في حال المعصية إزاي قال إيه لأن حظ النفس في المعصية ظاهر جلي وحظها في الطاعة باطن خفي وعلاجه ما خفي أصعب يعني اللي بيرتكب المعصية ليه ما فيه شهوات واضحة بتدله على المعصية بنقوله سيب ده شهوة المعصية اترك هذا شايفينه معرفين اترك هذا خليها معصية إيه شهوتها واضحة لكن في الطاعة شهوة خفية للنفس هو في الطاعة بيطيع عشان في الظاهر بيرضي ربنا دول أطباء القلوب آه في الظاهر بيرضي ربنا بيروحوا فين لكن النفس هي عاوزة تظهر في الطاعة حظها هي من إظهار القرب وأنها صاحبة أنا قريب من ربنا وصاحبة أنا أخسب من غيري فبالتالي دايما في السراء بيكون الفتنة والاختبار أشد من الضراء و يعني عشان كده كما قال عن عامر بن سعد يخبر عن سيدنا سعد بن أبي قاس بيخبر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب العبد التقي الخفي الغني بالله عز وجل إن الله يحب العبد نعم التقي نعم النقي الخفي نعم سيدنا سعد رضي الله عنه رغم ذلك منح بعد ذلك المال والغنى للبداية كانت ضيق و وشدة أيوة وتحمل الأسقال ومفارقة العشيرة والمال إلى آخره وجاهد ولكن أيضا بعد كده ربنا أعطاه من فضله مقام التلوين بقى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة جهي عوده وكان في مكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها ما كانش عاوز يموت في مكة وكان في مكة وتعب فكان عاوز يرجع تاني المدينة ولم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة فقال يا رسول بقى عنده مال كثير قال يا رسول الله أوصي بمالي كله لله أنا عاوز أطلع من مالي كله لله فالنبي مرضاش في الروادي قال لا الثلث والثلث كثير لا اطلع بس يعني عاوز تخرج من مالك بلاش كله لكن الثلث فقط والثلث كثير وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسِ وَيَضُرُّ بِكَ آخَرُونَ فاستنى لأ لعل الله يعني لعل الله يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرين آخرين حسب الحديث وفيه طبعا روايات تانية ان سيدنا سعد كان بعد كده عنده ولد الكثير وعنده مال كثير ف snapshot فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال اخرج من ثلثي مال يا رسول الله قال لا اخرج من نصف مال يا رسول الله قال لا اخرج من ثلث مال يا رسول فالنبي وافع الثلث قال والثلث كثير يا سعد لأن تترك شيئا لأهلك خيرا من أن تتركهم يتكففون الناس أو عالة يتكففون الناس سيدنا سعد أيضا رضي الله عنه من مما خص به رضي الله عنه في مقام الوقوف عند حدود الله لا يدخل في الفتن لا يدخل؟ في الفتن ترجمة لبعض السلوكيات اللي ممكن تتجلى فيها هذه المعاني نعم شوف يا سيدي وتلاف ما بقي من عمره بالعناء الأخير وقال وحجة من تحصن من تحصن بالوحدة والعزلة من التفتين من الفتن ازاي؟ عن عمر بن سعد عن أبيه سيدنا سعد بن أبي وقاس عمر بن سعد بقول إيه عن أبيه؟ أنه قال لي يا بني أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ كان بقولون لازم تشارك في الحرب اللي دايرة بن سيدنا علي ومعاود قال أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله حتى أعطى سيف إن ضربت به مؤمناً نبى عنه وإن ضربت به كافراً قتله الديني سيف هو اللي يفرق هو اللي يفرق ساعتنا جادر بمؤمن ينبو يعني ما يرجع الوراة يحيد عن المؤمن لا يصيبه أنا ما ضربش مؤمن أبداً ايه شو تقديه وفي رواية تانية عن أيوب السخستياني قال اجتمع سعد بن أبي وقاس وابن مسعود عبد الله بن مسعود وابن عمر وعمار بن ياسر فذكروا الفتنة يعني تكلموا في الفتنة ايه اللي بيحصل فقال سعد أما أنا فأجلس في بيتي ولا أدخل فيها وده وسيط النبي صلى الله في الفتن بالذات وعن ابن سيرين قال قيل لسعد بن أبي وقاس ألا تقاتل انت بيش حد تقاتل فإنك من أهل الشورى انت من أهل الشورى سيدنا سعد وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك فقال لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد ابن شهاب بيقول إيه كان بين خالد وسعد كلام فذهب رجل يقع في خالد عند سعد بن أبي وقاس خالد بن بليد فقال ماه إنما بيننا لم يبلغ ديننا فهو يبدأ عن الفتن دايما يبدأ عن الفتن دايما في آخر بقى يعني بعد ما كان الجهاد والشدة في الأول وبعدين الغنى والمال وخصة بالإجابة في السؤال والابتهال أنا ابتلي بالإمارة والسياسة وامتحن بالحجابة والحراسة وفتح الله به البلدان وبعدين أثر العزلة وتلاف ما باقي من عمره فهو قدوة من ابتلي في حاله بالتلوين يعني عندما قام التلوين أقف نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود ابقوا معنا أهلا بحضراتكم ربما يسأل سائل مولانا في زي أنا بقى في طاعة وآخر في معصية وأنا أحوج إلى عفو الله سبحانه وتعالى أكثر من صاحب المعصية وإزاي يعني الأمر يبواضح بالنسبة لي حتى صاحب المعصية يكون يعني أكثر إسراعا إلى الله سبحانه وتعالى في نفس الوضع ده بردو نعم هو طبعا ربما معصية ورفت ذلا وانكسارا خير منطاع ورفت عزا واستكبارا لأن الإنسان في حال المعصية أولا كما قال ابن عطاء الله رضي الله عنه إن حظ النفس في المعصية ظاهر جلي هو إيه اللي بيدفع الإنسان المعصية شهوة 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 مال شهوة نفس شهوة مال شهوة جنس شهوة حب رئاسة شهوة كبر شهوة كلام شهوة بطش وسلطان للأشياء شهوة تملك كل هذه شهوات فظاهرة للنفس لكن في الطاعة الطاعة ضد حظ النفس التكاليف الشرعية أساسناها تكاليف يعني عمناها أثقال فأي شيء بيثقل على النفس والتكاليف معناها تكلفة أوامر الأوامر دائما ثقيلة على النفس فما لهاش حظ فيها والنفس دائما تميل إلى حظوظها أي شيء ريحها تميل وترتاح إليه عشان كده سيدنا بنعطاء الله ما هو الحلال بين والحرم بين قال وبينهم مشتبهات فإذا التبس عليك أمراني فانظر أيهما أثقل على النفس فانضهي أيوة خبار حضرتك يعني اللي يوافق هو النفس والنفس رضي عنه ابعد عنه وخالف النفس وخالف النفس والشيطان وعصيهما الله يفتع وإن هما محضاك النصح فاتهم وخبار حضرتك فبالتالي بيبقى حظها في المعصية لكن في الطاعة حظها باطن خفي ليه لأن الطاعة تكليف ملهاش فيها حظ لكن قد تخفي الحظوظ والحروف الروحانية زي ما بقولها ليه لأن الروح بتحب الطاعة مش النفس الروح بتحب القرب من الله عاوزة ترجع على أصلها فالنفس لها علاقة بالروح ففي الباطن بتشتهي هذا استمدادا من الروح فتحب إن هي تبقى إيه صحبة كرامة صحبة قرب من الله صحبة عبادة صحبة مقام فبتبقى بتخفي هذا وتظهر الطاعة فإذاً ده بيبقى باطن خفي وهي مش عارفة وعلاجه مع بطن أصعب أصعب عشان كده إيه إرادتك التجريد مع إقامة الله لك في الأسباب في الأسباب من الشهوة الخفية أنت عاوزة تبقى متوكل على الله بس أنت ربنا أقامك في الأسباب لسه المتوكل ده اللي هو يعني يقول يا رب الدين ربا أشعث أغبر فإرادتك في التجريد مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية أنت لسه ربنا مقيمك في الأسباب إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك فهو لكن أقيم في التوكل أيوة أقامه أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر لو قال يا رب الدين ها يديره قوم إذا رفعت حوائجه وانقضيت حوائجه لا في قوم تاني أصلا لا يسأل الله يعني إيه علمه بحالي حسب من سؤال ما برفعش حوائجه ده هو لا يرد على قلبه إلا ما أراد الحق فإذن دي وكمان مش كده وبس مش حظ النفس في الطاعة كمان باطن غفية ده أيضا رب ما عصية أو رثت ذلدا وانكسارا خير من طاعة أو رثت عزا واستكبارا في ظاهرها طاعة لكن في حقيقتها كبر وإن الله لا ينظر إلى صواركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم هو كان يقصد الكبر فإذن إيه يعني هنا بيحبط العمل بتاعه لكن المعصية ربما لأن الإنسان العاصي بيشعر بالندم بيشعر بالذل والانكسار فيما بينه عارب يعمل إيه عارب واضح قدام عنيه فيما بينه وبين ربه يشعر بالذل والانكسار فبإيه الظل والانكسار ده قد يؤدي به إلى إيه إلى الحق سبحانه وتعالى فأدي المعنى فيها مش غريبة لا زي فضلتك عفان الله وعفاكم وعفا المشاهدين من أي مرض اللي عنده مرض زاهر زي الأنفلوانزة الأعراض بتاعته زهرة نعم وتكون فيه آلام جوة مش واخدين بلنا منها وفجأة وتكون شديدة تكون شديدة حقيقي يعني شفى الله الجميع وعفانا من كل هذه الأمراض أرجع إلى سؤال الأستاذ محمد بيقول يا رب أو يا ترى إزاي أعرف أني فيها والتلوين لا نخلي التلوين وأطب مطعمك تكون مستجابة دعوة ورؤية عجوز أو رجل عجوز به بعض الأمراض والبلاي فقال عجوز أصابته دعوة سعب سأعرف كل هذه التفاصيل غدا إن شاء الله ولكن دعني نقف عند سؤال الأستاذ محمد لأن دائما الثلث الأخير من الحلقة بنخصصه للإجابة على أو ما تبقى فيه للإجابة على أسئلة السادة المشاهد أستاذ محمد بيقول ما هي العلامات أو ما العلامات اللي أعرفها في نفسي إن أنا خلاص يعني ما بأعملش أذى في حد ما بأزيش حد أعرفها إزاي أعرف إزاي أنا خلاص ما بأزيش حد إنه ماشي في حالي ما بأعملش إلى كل خير الأذى إما أن يكون من الجوارح وإما أن يكون من الباطن من القلوب أو من النفوس يعني أيوة في الباطن يعني الجوارح معروفة وإحنا كلمنا من قبل في ما كنا في حياء علوم الدين للغزالي أيوة عن معاصي الجوارح وكلمنا عن معاصي القلوب أفات القلوب أخذ فيها رضحا من الزمن أو من الأيام والليالي والشهور ربما كمان يعني أنه الدين موسوعة وواسعة فهو تكلمنا عن معاصي الجوارح الظاهرة زي الإيدين والرجلين والنسان أشدها والعينين والأذنين والشم إلى أخير من هذه المعاصي وإحنا عارفين أن معاصي الجوارح أنك إزاي ممكن تضر الإنسان بأيديك ها أنك تضر الإنسان أنك يعني تؤذيه في صحته أو في ماله ها أنت تفتكر أن واحد لما تمضي على حاجة فيها حرام أو فيها تزوير ها ما هو ده أزى ها أنك تمشي في معصية ها أنك تسير بقدميك في معصية تسير في أزى حد ها يا ولدي لا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله يا ولدي صوصي سيد أبو الحسن الشاذري لبعض أبنائه يا ولدي لا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله غالبا شوفي آه ولا تنقل قدميك إلا حيث ترجو رحمة الله ولا تصحب إلا من يذكرك بالله ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد به يقينا في الله معاصي العينين اتكلمنا في معاصي العينين كتير إن العين لا تزني ها واللسان وكلمنا عن أذى اللسان في الغيبة وفي النميمة في أشياء كثيرة كلمنا عنها السماع تمكن لما تسمع واحد بيغتاب إنسان إذا شاركته بسماعك في الغيبة مجرد إنسان يشم رائحة لا يملكها تعتبر هي عن السفت سيدنا عثمان بن عطان كان يدخل بيت المال فكان يغلق يعني أنفة يقولون له في ذلك قال وهل يستفادوا منه إلا بذلك ها يستفادوا من الطيب إلا بإيه بأننا بشموا وهكذا طيب الأشد أيضا معاصي القلوب إن ممكن يؤذي إنسان بقلبه الحسد لأن نعم الحسد يمكن أن يؤذي والحقد يمكن أن يؤذي غيرك غيرك عشان كده بقى نحية الخفية بقى تقوى ظاهر الإسم وباطنه أيوة أو ده باطن الإسم ها وإحنا قلنا من قبل صحيح زي ما بقول العلماء في الفقه إن مش محاسبين على ما تحدث بها أنفسنا في الباطن لكن لما ترجع لفقهاء القلوب حديث النفس ده اللي هو الأول إذا ما جاء حديث النفس لأول وهلة خاطر ده ماشي مش محاسب عليه لكن هذا الخاطر الخاطر الأول لحديث النفس والهم ده مش محاسب عليه والعزم لا بعد كده إيه لأن أول ما بيرد الخاطر يارد على القلب خاطر ثم هم من يبقى هم يهتم به أيوة حيفكر بيبدأ يهتمه إذا ما تحول الهم إلى نية أيوة همم والنية تحولت إلى عزم والعزم يتحول إلى قصد والقصد إلى إرادة والإرادة إلى فعل من أول ما يتحول لنية يعني بعد الحديث الأول والهم كل ما بعد ذلك محاسب عليه من الإثم الباطن فدي معاصي القلوب كلها كل ما يتعلق بمعاصي القلوب من كبر وحقد وحسد وغير ذلك وتسلط وحب رئاسة على الآخرين وكل ذلك من الظلم والظلمات التي يحاسب بها الإنسان يعرفها في قلبه وفي نفسه من سلم المسلم من لسانه ويدك والمؤمن منه الناس يعني هذا يعني إلى آخر الحديث الشريف يعني هذه علامات أنك تبتعد عن كل هذه المبقات وكل هذه الآفات وتحفظ نفسك وقلبك من كل الحسد والغيرة وكل هذه الأمراض شكر الله لك فضل السيد دكتور محمد مهنة أستاذ الشريعة والقنون بجامعة الأزر ونلتقي دائما على هذا الخير نساني فالسير في الطريق إلى الله دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة